أهلا بكم في محورنا الثاني حديثنا سيكون بالتفصيل عن الحالة الجوية المتوقعة أن تتأثر بها المملكة تداء من يوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة الحقيقة سنتحدث أكثر عن احتمالية وفرص تساقط الثلوج تحديدا وأرحب مباشرة من مركز تقصر العرب بمدير العمليات هناك أسامة الطريفة أسامة مساء الخير أهلا مساء الخير أسامة لا يزال الترقب سيد الموقف أم أن الأمور اتضحت بالكامل بصراحة يعني أعطينا اليوم ولسه بنحكي احتماليات ولا بلشنا نكون متأكدين كثير لا صار في عنا في يعني درجة ثقة في بعض الأمور حقيقة في المنفذ الجوي على القادم ولسه في حقيقة حتى الآن لسه أمور مش كثير متفق عليها أو واضحة لكن في عديد الأمور صارت الآن شبه ثابت لألنا وشبه واضحة لألنا منها طبعا محمد في البداية تصنيف المنخفض الجوي اللي أصنفناه يعني قبل قليل صدر هذا التصنيف هو من الدرجة الرابعة الناس تسألنا شو تصنيف المنخفضات الجوية إحنا ابتكرنا تقريبا من ثلاثة واربعة سنوات سلم للمنخفضات الجوية من واحد لأربعة واحد هو مثابة منخفض الجوي ضعيف وخمسة بمستوى أحف من واحد لخمسة تصنيف واحد بمستوى ضعيف وخمسة بمستوى عاصفة المنخفض الجوي القادم يعني في الدرجة ما قبل الأخيرة هي الدرجة الرابعة ويصنف بأنه عالي الفاعلية الجوية يبدأ هذا المفض الجوي ليلة الثلاثة يعني بعد 48 ساعة من الآن بعد يومين من الآن وحتى تقريبا نهار يوم الجمعة يحوي كميات يعني جيدة من الهطلات سواء المطرية والثلجية نتحدث عن 100 ملي متر كمعدل لهذه الأمطار في مختلف المناطق أيضا سرعة الرياح يعني في مقدمة هذا المفض الجوي واثناء عبور الجبهات الهوائية هناك هبات شديدة تصل إلى 100 كم وربما أكثر من ذلك في بعض الأوقات يعني عدد مناطق التأثير حقيقة يشمل معظم مناطق المملكة مع تركزه على فترات في شمال ووسط المملكة وأيضا المرتفعات الجبلية الجنوبية درجات الحرارة منخفضة بشكل لافت في هذا المفض الجوي تتراوح بين درجتين مئويات تحت الصفر إلى 4 درجات مئوية كأحد أعلى وفرص الثلوج يعني بالدرجة الأولى هي على 900 متر تددنى أحيانا ما دون ذلك طبعا محمد بدأت معلومة أنه منذ بدء هذا التصنيف فقد تم تصنيف منخفض واحد قبل هيك في الدرجة الرابعة وهذا المنخفض الجوي الثاني الذي يصنف بهذه الدرجة على حسب ذاكرتي طبعا هو المنخفض الجوي الثاني الذي يصنف به الدرجة الرابعة الدرجة الرابعة تعتبر نوعا ما درجة مرتفعة يعني تحتاج حقيقة المتابعة والانتباه لما تحويه من عدة عوامل جوية من رياح شديدة وغبار وتساقطات ثلجية أعطيني أنت بتقولي معلش وسامة كويس وضحنا أشهر الرابعة الرابعة منخفض كويس ومنخفض قوي وفيه كمية أمطار كويس وفيه احتمارية تساقط ثلوج يؤثر على معظم مناطق المملكة أمر إيجابي هذا ها توضيح لي لماذا صنيف الدرجة الرابعة اليوم الناس تسأل عن التفاصيل اللي كانت لتزال عالقة ومش واضحة وممكن ومش ممكن فنشرح بالضبط إيش رح يصير الثلاثة أعطيني الثابت وقولي اللي ممكن يتغير أعطيني بداية الثابت ثلاثاء أربعاء خميس الثابت في عنا منخفض جوي على عدة جبهات هوائية يعني رح نحس فيه أكثر من مرة بالفترة ممسى الثلاثاء وحتى يعني مساء الخميس أو صباح الجمعة فترات تشتد وتتراجع الفعلي في فترات ثانية عنا أيضا الثابت أن هناك يعني رياح شديدة غبار مع هذا المنخفض الجوي الثابت يمكن تستغرب فرص الثلوج مساء الأربعاء وقبل مساء الأربعاء مش واضحة كثير فرص الثلوج هلا رح أوضحها لكن فرص الثلوج الأوضح رح تكون مساء الأربعاء وليلة الأربعاء الخميس هلا رح أرجع لنهار الأربعاء ومساء الثلاثاء أيضا الثابت أن هناك يعني انخفاض كبير في درجات الحرارة أجواء في بعض الليل سوف تكون هناك جليد على الطرقات إن جمعات أيضا على الطرقات فبالتالي هذا ما هو ثابت فيه عندنا اختلاف حتى الآن بجزئية واحدة حقيقة وهو أنه التساقط الثلجي نهار الأربعاء ومساء الثلاثاء حتى هاي اللحظة إحنا قبل 48 ساعة ما فيه اتفاق على هذا الموضوع هناك اتفاق بالمجمل على مساء الأربعاء وليلة الأربعاء الخميس لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد اتفاق واضح وصريح على فرص الثلوج ليلة الثلاثاء الأربعاء ونهار الأربعاء لكن على ما يبدو بحث تصورنا سيكون نهار الأربعاء إيش المشكلة عندنا ثلاثة على أربعاء أسامة؟ خلنكون وضحين مع الناس معلش؟ تمام المشكلة في أكيد المشكلة بحسب القراءات الأخيرة بعض النماذج الجوية العددية تضع ثلوج مستمرة على الجبال من ليلة الثلاثاء وحتى صباح الخميس هذا يعني بعض النماذج الجوية تضع هذا السيناريو نماذج أخرى تضعها بشكل متقطع نهار الأربعاء يعني راح يكون الأربعاء في بعض النماذج العددية طقس شديد البرودة، عاصف، متقلب، زخات متقطعة من الثلوج لا أكثر ولا أقل لكن يتعمق تأثير المنفذ الجوي مع ساعات مساء الخميس هلأ بالمجمل كل القراءات تشير لأن هناك اجتداد واضح بالفاعلية مساء الأربعاء وليلة الأربعاء الخميس هذا الأمر ثابت لكن نهار الأربعاء ومساء الثلاثاء هناك اختلاف هل ستكون الثلوج مستمرة أم ستكون على شكل زخات متقطعة هذا الأمر لم يحسم حتى الآن يعني هاي هي مشكلة الصعوبة مثل هاي الحالات الجوية نحن حسمنا إشي مساء الأربعاء ولم يحسم ما قبل مساء الأربعاء لأنه يعني لو بدنا نستعرض محمد حركة المنفذ الجوي بس سريعا قبل ما أنتقل لموضوع الثلج احنا شايفين هاي الخريطة ليوم الاثنين المنفذ الجوي راح يبلش يقترب أكثر إلى منطقة طبعا يسبق بجبهة دافئة هاي يوم الاثنين يوم الثلاثاء لما يقترب أكثر المنفذ الجوي راح تبدأ يتهب يعني عواصف رملية ورياح قوي زي ما احنا شايفين المنفذ الجوي الآن أصبح جنوب جزيرة قبرص يوم الثلاثاء ليلة الثلاثاء الأربعاء يعني الموجة الأولى من هذا المنفذ الجوي أمطار غزيرة زخات برد تدريجيا بعد منتصف الليل يتوقع أن يكون هناك زخات من الثلوج عن مرتفعة البتزيدة عند ألف متر في شمال ووسط المملكة وأيضا المنطقة الجنوبية هذا مساء الثلاثاء لكن يعني مع تعمق وتموضع الكتلة القطبية مع ساعات مساء الأربعاء هو الإشي المتفق حتى الآن عليه مساء الأربعاء تحديدا وليلة الأربعاء الخميس يتدنى مستوى التساقط الثلجي إلى 900 متر وربما أقل من ذلك في بعض الأوقات أيضا تصبح الهطولات نوعا ما منتظمة ومستمرة بشكل أوضح مع ساعات مساء الأربعاء وليلة الأربعاء الخميس فهذا الأمر الثابت حتى الآن عندنا مساء الأربعاء ليلة الأربعاء الخميس ثابتة نوعا ما ما قبل ذلك هناك اختلافات بدأ وقفك بدأ وقفك بدأ وقفك لما أقول أنا ليلة الأربعاء الخميس واضحة نقفني نوعا ما يعني حسب القراءة الحالية فيه اتفاق عليها لكن يضل بعاد يعني مثلا أربع ثين وسبعين ساعة طيب ماشي بس إحنا متفقين أنه الأربعاء وقفة ما هو إحنا قلنا شو الثابت وشو مش ثابت قلنا الثلاثة ليلة الثلاثة على الأربعاء هاي أمور تحتاج إلى مزيد من الوقت تحسم غدا بحد أقصى ما هو غير مكرا ما فيش بظل إيش وقت صحيح أما بالنسبة للأربعاء الخميس هي بتكون محسومة يفترض صح يعني صحيح يعني أنا بحكي لك الإجماع حتى الآن وقراءتنا أنه مساء الأربعاء وليت الأربعاء الخميس هناك تساقطات ثلجية تدريجية من أي ساعة من أبدأ؟ فوق تسعمائة متر يعني تدريجيا ما ساعات المساء الأولى غالبا راح تكون يعني بشكل تدريجي تصاعد يبدأ من الشمال ثم الوسط ثم الجنوب لكن أعتقد ذروة هذا الموضوع كله راح يكون مساءات منتصف الليل من ليلة الأربعاء الخميس وزي ما حكيت على تسعمائة متر يتدنى أحيانا ما دون ذلك يعني حتى الجبال المدون تسعمائة في فترات راح يشوف التساقطات الثلجية مساء الأربعاء لما نحكي تسعمائة يعني بنشبه الحقيقة مناطق جيدة وواسعة من غرب العاصمة عمان وإيضا أجزاء من شرق العاصمة عمان المناطق المرتفعة أيضا من محافظات جرش وإربد وعجلون والبلقاء المحافظات الجنوبية جميع هذه المناطق الجميحة يوجد بها هذه المرتفعة فلما نحكي داما محمد هو ارتفاع الألف اللي يعتبر نوعا ما ألف وفوق قليل مش كثير متوافر عندنا وهي أجزاء محدودة لكن لما نحكي عن تسعمائة وأحيانا ما دون تسعمائة بتصير رقعة المساحة الجغرافية نوعا ما أوسع فبالتالي لما نحكي عن تسعمائة أحيانا وما دون تسعمائة فبالتالي فرص المناطق اللي راح تشوف ثلج هي أوسعة راح تكون وهذا الإشار راح يكون مميز في هذا المنفض مقابل يعني المقفضات الجوية اللي كانت أثر علينا بالفترة الماضية طب لما نحكي عن تساقط الثلوج والأربع لي الأربع نحكي بعد منتصف لي الأربعاء تشتد أو يشتد تساقط الثلوج صحيح؟ بعد منتصف لي الأربعاء عشان أوثق فقط يعني هو النمط تساعد محمد راح يكون من مسأل أربع يعني كل ما ندخل أكثر بالليل ومنتصف الليل تزداد الغزارة لكن هو نمط تساعد يعني كل ما نقرب أكثر بالليل ونقرب عن نصف الليل ما بعد نصف الليل راح يكون فيه عندنا اشتداد أكثر في الهوطلات طبعا سألتني ليش إشي مش ثابت هو طبع الموضوع المش ثابت كثير ممكن موضوع الوقت حتى الآن يعني نحنا لنحكي عن منتصف الليل ممكن غدا تصير مثلا قبل نصف الليل بشوي أو بعد نصف الليل بشوي فرق أكم من ساعة عشانك حكيت مش تابت تماماً لكن من حيث النمط العام واضح أن تنتظرنا نوعاً ما ليلة ثلجية في المرتفعات الجبلية مساء الأربعاء وليت الأربعاء الخميس مع طبعاً تحديد بعض الأوقات اللي هي متى ستبدأ متى ستنتهي هذا الأمر رح يتوضح أكثر ما عن الفترة القادمة لكن عشانك أنا حكيت نوعاً ما القراءات مش نهائية ليلة الأربعاء الخميس فقط من موضوع التوقيت مش من أكثر من هيك طيب أسامة كمان سؤال التراكم هذا سؤال مهم اليوم أنا بقول فيه تساقط الثلوج ليلة الأربعاء على الخميس لماذا بيستمر الخميس كل الخميس ثلج كل الخميس يوم أبيض كمان ولا بدي يتوقف تساقط الثلوج في حد معين ومدى التراكم وقيمة التراكم والمتوقع على أقل تقدير المقدر الأرض حلا قبل ما ننتقل محمد للأربع على الخميس إحنا ما بدنا كمان ننفي فرص التراكم ما قبل ليلة الأربعاء يعني ما قبل مساء الأربعاء ممكن يكون في عنا بعض التراكمات سواء ليلة الثلاثاء الأربعاء وحتى صباح الأربعاء خاصة في المنطقة الشمالية وأجزاء من المنطقة الجنوبية وبعض مناطق المرتفعة في المنطقة الوسطى يعني بظل في عنا فرصة من أن الثلوج راح تكون على فترات نهار الأربعاء متقطعة راح يظل في عنا فرصة ليلة بعض التراكمات الثلجية فما بدنا نركز على مساء الأربعاء وليلة الأربعاء الخميس نعم هي الذروة لكن لازم ما ننسى أنه قبل هيك برضو في عنا في فرص ثلوج وبرد وأمطار غزير فبالتالي قد تكونك بعض التراكمات في ساعات نهار الأربعاء أو حتى بعد منتصف الليلة الثلاثاء الأربعاء خاصة على القمم العالية لكن كما ذكرت التراكم الأوضح يعني سيكون أو الهطول الأوضح للثلوج سيكون مع الساعات الأربعاء على الخميس بالنسبة لموضوع التراكم حقيقة المناطق الجبلية المرتفعة بزيجة عن 900 ألف هي معرضة لتراكم ثلوج خاصة زي ما حكينا مساء الأربعاء وليت الأربعاء الخميس بيستمر تساقط الثلجي في الغالب حتى ساعات الصباح والظهيرة من يوم الخميس بعد هيك تتحول الهطولات بتصير على شكل أمطار في الغالب أو أمطار مخلوطة بالثلوج لكن بشكل عام كفرص ثلوج تتراجع مع ساعات الصباح المتأخر والظهيرة من يوم الخميس بعد هيك بتصير نوعا ما الفرصة أضعف هلا ليش احنا بنركز على مسأل أربع مثلا أربع في نظام جوي كامل عبارة عن جبهة هوائية راح تدخل على المملكة مثال أربعاء هذا الأمر بضمن لنوعا ما استمراري في الهطولات وعدم تقطعها بالتالي إزياد فرص التراكم زي ما احنا بنعرف موضوع تراكم الثلوج باعتمد على عدة عوامل الغزارة باعتمد أيضا على استمرار الثلج إذا كان الثلج متقطع مثلا بتثلج نص ساعة وبتوقف ساعتين وترجع كمان نص ساعة وتثلج وبتوقف كمان ساعتين ما راح تصير فيه تراكم لكن استمرار ساعة أو ساعتين وثلاثة نهوطات الثلجية هاي اللي بالعادة بتعمل التراكم فعشان هيك احنا تركيزنا على مسال أربعة لأنه بحسب قراتنا في جبهة راح تعبر المملكة مسال أربعة يعني حتى لو بدي استعرضها بخراءة الأمطار ممكن نشوفها وخراءة الهطولات زي ما احنا شايفين يوم الثلاثاء مساءً هاي الخارطة تقريبا مع منتصف الليل نرى أنه هناك سوف تبدأ هطولات على كامل الشريطة هاي منتصف الليل الثلاثة مش ساعة ثمانية الثلاثة معلش عشان الساعة تكونوا لا هاي تقريبا ساعة عشر أحداش هاي بالتوقيت العالمي تمام عشر أحداش مساء هاي تقريبا عن ساعة عشر أحداش نرى أنه معظم المناطق الغربية من المملكة سوف تكون تحت هطولات هاي الهطولات في الغالب في درجة أولي راح تكون في هاي الأوقات مطرية مع عواصف رعدية وبرد يعني بهاي المرحلة نحكي عن أمطار وعواصف رعدية وزخات من البرد ما بعد منتصف الليل والفجر بنشوف تستمر هاي الهطولات لكن بتصير في عنا فرص على الجبال فوق الألف تكون على شكل زخات من الثلوج يعني هاي الخارطة بتشير لأنه منطقة الشمالية المنطقة الوسطى أيضا الجنوبية هناك بتكون فيها الأمطار أيضا على شكل زخات من الثلوج فوق الألف أنا بدي بس تحفظوا شكل هاي الخريطة ونقارنها بالخريطة مساء الأربعة شايفين كيف الأربعة في انتظام بالفاعلية في عنا رقعة مساحة الهطولات واسعة عميزين راح تكون مع ساعات نهار الأربعة منشوف نوعا ما محصورة نهار الأربعة تتركز في المنطقة الشمالية هذه معلومة كثير مهمة النمط الجوي في شمال مملكة الأربعة قد يكون مستمر من ناحية الهطولات المطرية والثلجية عكس المنطقة الوسطى والجنوبية عفوا بتكون فيها الهطولات متقطعة لكن المنطقة الشمالية ضمن أطراف الجبهة راح تظل يوم الأربعة تشهد الهطولات مستمرة سواء ما دون تسعمائية راح يكون فيها أمطار غزيرة وأعلى من تسعمائية راح تكون فيها ثلوج لكن مناطقنا الوسطى والجنوبية المناطق الوسطى والجنوبية راح تكون فيها ذخات في الغالب متقطعة لكن لنمشي بالساعات محمد بالساعات القادمة راح نشوف أنه مع ساعات يعني بعد العصر والمساء اللي أولى بدأت جبها هوائية تعبر فيه انتظام رقعة الهطولات صارت أوسع هاي كلها هطولات راح تكون فوق تسعمائية ثلج ما دون تسعمائية أمطار وأمطار مخلوطة بيها الثلوج مع ذروي راح تدنى مستوى التساقط الثلجي أحيانا إلى ما دون تسعمائة متر لكن زي ما احنا شايفين من الخرائط الانتظام الأوضح راح يكون مساء الأربعاء وليلة الأربعاء الخميس طبعا هاي فجر الخميس ونهار الخميس حتى ساعات الظهيرة بعدين بعد الظهر زي ما بنشوف تضعف بتصير الهطولات عشوائية ومتفرقة لكن عشان هيك احنا مركزين بدرجة أكبر على مساء الأربع وليلة الأربع الخميس هذا ما ببنى أنه قبليها فيه ثلج على الجبال وحتى بعديها نهار الخميس فيه ثلج على الجبال لكن الاستمرارية ممكن تعمل تراكم ممكن تعمل تراكمات وإغلاقات في بعض المناطق ستكون مساء الأربعاء لأنه فيها استمرارية فيها عبور جبهة فيها انتظام بالهطولات الثلجية بشكل عام بشكل أفضل بكير نحكي عن عطل الخميس ولا ممكن نحكي عن عطل الخميس لا بكير بكير نحكي عن عطل الخميس يعني مساء الأربعة لعديد من المرتفعات الجبلية في المملكة سوف تشهد تساقط الثلوج ليلة أربعاء الخميس أيضا في درجات حرارة متدنية فبالتالي بعض الطرقات يمكن تكون فيها تراكمات ثلجية صباح الخميس بالإضافة للموضوع الجليد والإنجماد لكن حتى الآن هاي الحيثيات لمحمد أنه متى رح يوقف التساقط الثلجي متى رح يوقف الثلج بالضبط ممكن يكون ذروته هذا لسه بكير هلا نحدده عشان نقدر نحكي بهذه المواضيع لكن طيب يعني هذا الأمر أنا رح أتركها لبكرة معلش أساني أتركها لبكرة هاي الأمور أتركها لبكرة أعطيك مساحة لبكرة وغدا سيكون محمد الشاكر عطاور طنبض بلد عشان نكون الحساب سريع عشان نقدر نرتب كل الأوراق ونعرف كل التفاصيل التفاصيل الدقيقة بمعنى التوقيت الزمنية كيف سيكون التساقط مستوى التراكم كميات التراكم وكميات التساقط متوقعة ستكون غدا حاضر على طاولة نبض بلد مع محمد الشاكر وأنا قبل ما أخلص أسامة لو سمحت أنا بحكي الخميس بتخف الفعالية الجمعة لا يوجد تأثير منخفض جوه على المملكة صحيح؟ الخميس بيسير للهطولات نوعا ما مطرية بعد الظهر تحديدا ما في عنا انتظام أو غزار لكن تكون لهطولات مطرية بشكل عام الجمعة أيضا مستمر في عنا فرصة لبعض الأمطار بالتالي منخض مستمر حتى تقريبا يوم الجمعة لكن من ناحية أمطار فرص الثلوج هي تبدأ من مساء الثلاثاء وحتى صباح الخميس الفرصة الأفضل للثلوج ستكون مساء الأربعاء وليلة الأربعاء الخميس حتى صباح الخميس يعني بنرجع بنأكد فيه فرصة لزخات الثلوج بتكون على فترات بشكل متقطع نهار الأربعاء لكن الانتظام الأعلى في الغالب راح يكون مساء الأربعاء ما بعد ظهر الخميس كلها قل لي ما بعد الجمعة قراءة أولية لي ما بعد الجمعة لو سمحت أولية يعني ما بعد الجمعة في عنا زي ما حيننا شايفين الكتلة راح القطبية تتموضع في المنطقة بشكل عام طوال الفترة القادمة نحضر لها درجات الحرارة منخفضة بشكل لا في الطوال الفترة القادمة قد يكون هناك منخفض جوي آخر مطلع الأسبوع القادم كان ديجل استمرارة تموضع هذه الكتلة القطبية لكن يعني القراءات تحتوي لسه بش كثير من بيني حتى هاي اللحظة لكن ممكن يكون في عنا منخفض جوي آخر بداية الأسبوع القادم أحد سبت إثنياً بهاي الفترة ممكن يكون في عنا إشي فيه ممكن يكون عنا هذا غير ثابت يحتاج إلى المزيد من الوقت وبيحتاج ممكن حتى نهاية الأسبوع حتى نوضح كيف سيكون المشهد في الثلاث أيام الأولى من الأسبوع المقبل صحيح؟ صحيح يعني لسه الأمور مش ثابت لأنه كتلة القطبية راح تتموضع محمد هون ممكن ينتج عنها بس يعني أنا بدي أفهم من كلامك عشان أخلص بلاش أنا أخذ وكتي الموجز ما راحت الثلجة الثلجة قائمة كويس هيك؟ عشان قصة يعني اللي ناقشناه الصبح كنا نحكي كان البعض يتحدث أنه الثلجة راحت يعني منخفض اختفى هذا غير صحيح الثلجة قائمة هي مش راحت لا هو ما راحت إحنا كنا نحكي في محمد نفسه قبل أربعة يام سيناريوهات فكانت النماذج كل مرة تضع سيناريو محدد كانت تختلف نتيجته فممكن في بعض الأشخاص عرفوا أو استنتجوا أن الثلجة راحت لكن هي ما راحت لا تزال يعني فرص الثلوج قائمة في المملكة خاصة زي ما حكيت مساء الأربعاء فوق التسعمية وأحيانا تدنى ما دون ذلك ثم ترعيد يعني إن شاء الله تطعمتم بخير أشكرك كل الشكر مدير العمليات في مركز أقص العرب أسامة طريفي كنت معنا مباشرة مباشرة من ضخص العرب تحدثت عن آخر تفاصيل من خفض الجوي غداً سيكون محمد الشاكر ضيفاً فيه عبد البرد تحدث فيه مساء الغد عن التفاصيل الكامر لهذا المنخفض الجوي الساعات التراكمات وكل ما يتعلق بالحالة الجوية المتوقعة أن تؤثر على المملكة خلال الساعات والأيام المقبلة